هي اللي غيرت المصار تحياتي باش نتفاهمو هاد القصة اللي غيرت المصار تحياتي على أساس على أساس هادا كل وقت كنت هنا في القيمة تعالعطاء تعبون بينو وتعالوا الكلون وامبلوزيسا شايف اني هادا كل وقت باش نحن نرتابط باش ندير عيلة باش ندير دار باش تكون عندي مسؤولية وكذا كانت واحدة واحدة معنا من خارطة عجبتني و تقدمنا وكذا قلت لها باش نجيب الأهل خزرت فيها قلت لي نديك لول شغل شغل هبطت القيمة تعالى المهغلية وش قلت لك وش كانت هدت فعلها ما كنتش نستنى شغل تقول لي هكذا شغل يا كنت كانت تخرج معنا رحلات كانت نزور مستشفايات وكذا نهار قلت لي هكذا شغل تلفتها لي عاود لما أقولها قلت لك مهرج وش قلت لديك لون وسمين شغل ما تقبل هذه النقطة اللي غيرت لحياتي هذه النقطة اللي دي سيديت أني نبدأ ندير ريجيم نبدأ نغير نمط حياتي اللي بدأ نغير الأسلوب بتاع المعاملة مع الناس أخطرف هذه النقطة وليت إنسان ما ويصارك ألم نفسي أسكت هذه الجسديا لأنه كلام كما هذا يضر وعلا بنا بالحالة نفسية حتى تأثر على الجسد تاعك ويصارك بعد ذلك الموقف هي شوف في حقيقة الجانب الطبي صار لي حقلو بيطال سراري واسمه الان في سي او في سي ما يشوف في قراب العربية شال الولاد نص اليسار ميت قاعد تقاربا عام وانا مشلول يدي ما تخدم شريك لي ما تخدمش الحمدوليلا سيلكت كنت صغير وكنت يا رياضي الحمدوليلا سيلكت ولكن ولات معاملات مع الناس تغيرت أنا كنت شغول الناس يتكتع بالمام ومسوسيابي كما نقول احنا وليت مون فعلي يجي واحدة نطعر فيها تم تم شغول تبدلت ما فقط شو اشترا فيها بعد كي بديت مع الريجين بديت اقارر اللو ولا تبدأ شكرا